لا يريد ترامب مغادرة البيت الأبيض وتسليم السلطة بسلام وهدوء فاليأس يقود إلى الطيش وربما إلى الجنون أيضا في أسابيعه الأخيرة المتبقية يسارع ترامب في اتخاذ خطوات متسارعة فيما يتعلق بالملفات الخارجية أهم هذه الملفات واقع الجنود الأمريكيين في الخارج حيث تلقت وزارة الدفاع الأمريكية تعليمات من ترامب بسحب إضافي للقوات الأمريكية من أفغانستان والعراق كما سبق أن لوحظ انسحاب أرتال أمريكية من سوريا شبكة CNN الأمريكية نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن البنتاجون أصدر إشعارا للقادة يعرف باسم أمر تحذير لبدء التخطيط لخفض عدد القوات الأمريكية إلى 2500 جنديين في أفغانستان ومثلهم في العراق بحلول الخامس عشر من كانون الثاني القادم وأرسل القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي كريستوفر ميلر رسالة تبدو متناقضة إلى الجيش قائلا إن الولايات المتحدة يجب أن تواصل معركتها ضد القاعدة بينما قال أيضا إن الوقت قد حان لإعادة الجنود إلى الوطن بناء على ذلك قد تشهد الأسابيع المتبقية من ولاية ترامب أحداثا متسارعة حيال الملف السوري لتذهب نحو إجراءات أكثر صرامة ضد نظام الأسد حيث تل الإعلان غير الرسمي عن فوز بايدن إصدار وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين حزمة خامسة من العقوبات بموجب قانون قيصر ضد 19 كيانا وفردا من نظام الأسد في حين يرجح أن يتخذ ترامب إجراءات أكثر صرامة حيال طهران وكل ذلك في سبيل عرقالة خطة بايدن الرامية إلى إعادة الاتفاق النووي مع إيران إجراءات لا تبدو متوازنة أو مدروسة يسير بها ترامب مسابقا الزمن ليدخل الإدارة القادمة في حقول ألغام وكأنه يقول لمن لم ينتخبوه سوف تندمون على قراركم هذا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر